يعني بداية الدورة أنا في اعتقادي بداية مبشرة لا بأس بها على المستوى البدني طبعا لسه في وقت شوية عشان نوصل لأعلى مستوى ده طبيعي حتى في كل الدوريات الأوروبية لكن معدل التهديف كمان مقبول يعني الزمالك لسه المبرامة انتهية واحد واحد يمكن جي نادي الاتحاد أحرز هدف في الدقيقة تسعين وأحمد راجد وكمان بيرامنز أعتقد كان كمان 3-0 النظر فمعدل تهديفي عالي انت بتتكلم برضو ان انتهي الاهدي بيكسب اتنين بيرامنز بيحرص تلد أهداف النهاردة في مباراة الزمالك الاتحاد فيها هدفين فكمان على المستوى التهديفي لبأس بيه مقارنة طبعا بان احنا بقلنا كتير جدا جدا بيد عن الكرة وبالتالي زي ما احنا قلنا وحضراتكم يعني تكلمنا في الموضوع ده ان عودة الدوري كان مهم جدا جدا للكرة المصرية بشكل عام وكمان لمنتخبنا الكرة المصرية بقى نخش على الكرة المصرية وعايز اقول لحضراتكم ان انا يمكن الحمد لله قضيت 15 سنة في اوروبا الموضوع مختلف الى حد كبير جدا من عملية التنظيم عملية ان ازاي الناس دي بتشتغل لمدة 10 او 15 سنة عشان تبني حاجة فا اتكلم حضراتكم وابدأ معاك يا استاذ محمد انت شايف مشاكل الكرة المصرية فين بسط لا دايما ما كس شاكل الكرة المصرية متركزة كبيرا في التخطيط او يكون عندك مجلس ادارة تحت كرة بيفكر المستبع زي ما حدك بتقول بيفكر لمدة 15 سنة لقدام فبيحط خطط قصيرة المدى وحط خطط طويلة المدى يشتغل عليها بشكل طول جدا طول ما التخطيط موجود وعندك لجان فنية شغالة بشكل كويس اعتقد انك انت هتقدر تعمل كرة كويس مش ممكن يكون عندك كرة مميزة في القمة الا لو كانت عندك قاعدة محترمة جدا وقاعدة مميزة فالاهتمام بقطعات الناشئين في الاندية بشكل عام وفي مصر بشكل غير وتعمل مسح كامل لكل الناشئين على مستوى جمهورية مصر العربية بحيث انك انت تقدر توصل للمواهب اعتقد انك انت لو عملت ده مؤكد ان المستوى بتاعك هيكون وردي مستقبل جميل مستقبل مبشر يعني طب خلينا برضو ناخد عنوان كده علشان حضرتك كلمت عنوانين العنوان الاول حضرتك بتتكلم على موضوع التخطيط على مستوى الاتحادات على مستوى اتحاد الكورة ان احنا لسه لغاية دلوقتي ما عندناش لونج بلان للتخطيط لفترات طويلة وعلى سبيل المثال انا اقول لحضرتك حاجة بتأكد كلام حضرتك ان المنتخب الالماني نفتكر انه كان في كاس العالم 2006 ده خرج في التالت فكان انا كنت بحضر هناك محاضرة لانه كنت يعني باخد اللايسنز هناك من المانيا وكان ماتية زمار دوت كان المدير الفني الاتحاد الالماني حضرت له محاضرة اول حاجة قالها طبعا احنا مش راضين عن ان احنا نبقى البطولة على ارضنا ونطلع تالت وبدأ يشرح خطة من حضرتك بتتكلم من 2006 ل2026 بدأ بيشرح خطة لمدة 20 سنة جاية والخطة دي كان محطوط فيها النقطة برضو حضرتك كلمت فيها اللي هو منتخبات الناشئين وازاي هشتغلوا بيها وان ازاي الخطة دي هتمتد ل20 سنة بكل تفاصيلها محطوطة وانا كمان استلمت على سيدهاية فحطين بلان قريدي لمدة 20 سنة وطبعا منتخب المانيا اخد كاس العالم ونشيء بتوع برضو اكتصح اوروبا منتخب الشباب حصل على بطولة اوروبا المنتخب اللي اخد كاس العالم للقرارات ده منتخب البي تيم بتاع المانيا نقطة مهمة جدا حضرتك بتكلم عملية التخطيط التخطيط فلابد ان يكون عندك التحيات للتخطيط ودي السياسة دي ما تكونش مرتبطة بمدة مجلس ادارة اشخاص بالزبط يعني اه فبحط الخطة مثلا لمدة 10 سنين او 15 سنة بحيث ان انا يكون ليه وجود ثابت اللي بيحصل عندنا ان احنا مش مهتمين عن الاطلاق بالقعدة اللي تحت مفيش شغل خالص تحت خالص يعني فيش تخطيط للكرة من تحت وبالتالي كل اللي بيحصل عندنا فوق دي ظواهر طريق تظهر وتختفي وممكن يحصل عندك جيل يكسر الدنيا وبعد كده نختفي تماما طب استاذ محمود معادة محدد كلامك اخد من كلامك نقطة وستاذ محمود يشرح حالي تمام ده مسئولية الاتحاد ولا الاندية بالنسبة للقطاعات الناشتين ده مسئولية الاتحاد ولا الاندية لا فان مسئولية الاتحاد هو اللي بدير محمد زي ما انت قلت وشوف انت شوف انت خسروا في 2006 فكروا العشرين سنة. طب انا عافزك بقى تجيب لي حد فكر اللي بمجد خمس سنين. لأ هاتلي. لاربع سنين. لأ فكر لاربع سنين. انت هنا مبديرش بالنظام المؤسسي. يعني ايه ترس داير واي حد بيدخل داخل الترس ده بيكمل المسئولية. مش جاي يمحوا ويشطب اللي عملوا كابتن هاني في فترة وخططه لمستقبل. انا جاي ما بحبش كابتن هاني ايه ارمي عمل ورقة ده هاتلنا ورقة جديدة يا جماعة. خلاص احنا عملنا تجارب مرة الشروار الروماني ومرة الشروار اللي مش عارف مدربين. ومرة جيبنا هولندين ومرة جيب. بص عو ذلك هالحاجة. ازا ما كانش فيه اخلاص للبلد دي. والهدف الاسمة والطموح. ان انا دلوقتي عندي كسا انا مشيهت نوع اشي. خلاص دخلت انت خلاص في التصفيات وانتهى. المردبة من من الان تفكير ازا يبقى عندي افكر على جيل من ادور على موهوبين يكونوا عشرين ستة وعشرين. على الان خلينة في القريبة. يعني ستة سنين. لا اقول ليه لا. انا بكلمك هو. خليني نبدأ نتعلم من الاول. بنتكلم لعشر سنين للمشكلة. حضرتك انا عصلك سؤال. هاتلي مدير فني للاتحاد. كتب تقرير جيه مسلا انتهى الموسم. الدوري. وقال يا جماعة والله احنا لاحظنا. يعني ممكن كل راجل كتب والتانيين ما خدوش بالكتب والله يا جماعة. احنا للاسف خلال موسم الدوري اللي انتهى بتاع السنة اللي فاتت. اكتشفنا انه ما عندناش راس حربة. بدليل انه الهدف فلان فلان مدافع. مسلا. ده الكلام ده بقى لعشر سنين. ما انا بقول لك اهو. ما انا بقول لك ادينا اهو. انا بكلم انا بكلمك اهو. حتى لو انت كيبت موديل يا فني. طيب يا جماعة احنا اكتشفنا ان احنا مقدمناش غير ست نشقين. وقدمتهم انديل. امبي وفلان وفلان لكن انديل كفيرة مقدمش لانه وبتصارع على اللقم. يا جماعة عندنا مشاكل مسلا في اه النواحة الفنية. احنا في الكورات العالية مع شمال افريقيا بتيجي فينا اهداف. احنا يعني اعزوا ايه. تفصيلي. 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 بتيجيت انت عملت مع المدرين الفنين وعدت تحلل وتناقش وتجيب الناس اللي انت مسؤول عنها. انت هنا بتطور لعب. انت بتبني شخصيتك. شخصيتك اللي واضحة بيقدمها من خلال مين? مدفن. بدليل. انه لما جابوا حتى الكابتن محمود الجويل راح مطلع عليه مدر الفني. ما عارفش يعمل الموضوع بسبب الظروف والنظام الاداري الموجود. النظام الاداري اللي موجود يا كابتن هاني وانت تعلم جديد وانت اشتغلت وشفت معناك. في مشكلة. في مشكلة في 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 في. يعني عملية التنظيم. اه. يعني ناخد عملية التخطيط كعنوان كبير جدا. احنا عندنا عملية التخطيط والتنظيم لمستقبل القرى المصرية عندنا مشكلة فيها. مش موجود. وقطاع الناشئين. احنا بنتكلم في قطاع على مستوى على مستوى الاندية. على مستوى. وكمان على مستوى الاتحادات. ما انا بكلمك هو. الاتحادات. انا عاوز اقول لك على حاجة. امتى اخر مرة خدنا بطورة افريقية للناشئين او للشباب? اخر مرة مع كبت الربيع. مع كبت الربيع. اه? كبت الربيع وبعد يعني شوف عمل ايه? في الاخر كفقو باللي عملوا معا. يعني حتى يعني ما دومش كامل. الجزئية الوقعة الشهيرة بتاعت الدكتور عمرو بالمجد. لما كان مش كان رسل هجنا فنية? كان رسل هجنا فنية? اه? كان بس كان رسل هجنا فنية. ولما قدم رشح المدربين اللي هيقود المنتخبات. اي واحد. دي دي مشكلة تانية هنتكلم عليها. كل واحد جاب ايه? كل واحد جاب حبيبه. ده دي مشكلة تانية هنتكلم عليها. لكن عايز اقول لحضرتك. عايز ده بالنسبة للقطاعات النشئين في المانيا كان بيتدار ازاي? اه. طبعا على مستوى الاندية عندهم اكاديميات على اعلى مستوى. ماشيين بنظام علمي وماشيين بشكل جيد جدا. طب الاتحاد بيعمل ايه? تخيل ان الاتحاد الالماني كان بيباشر اه خمسة وسبعين الف اكاديمية. اه. خمسة وسبعين الف اكاديمية. شوف الرقم اللي اكلم فيه. اكاديميات دي غير قطاع في المانيا. المانيا كبيرة جدا. مقاطعات كتيرة جدا. فهم بيسموا الاكاديمية حتى المدرسة فيها اه فيها السيشن الرياضي فيها صالة العاب موجودة. فعملين اه اه ربط بكل دوة الوصل لخمسة وسبعين الف. يسموها خمسة وسبعين الف اكاديمي. على مستوى كل اللعبات. حق. قرط القدم عندهم الولاد الصغيرين من سن اللي بيلعب في المدرسة من سن خمسة لسن عشرة لخمستاشر حتى على مستوى المدارس. بيبقى فيه لينك ما بينهم الله. انا شفت الولد في المدرسة كزا ده عنده عشر سنين شايف فيه حاجة. وبيبدأ وبيبدأ يربط مع الاتحاد. هو الكلام. فهو دوة اللي بتكلم ان المسئولية قطاع النشئين على الاندية دي مسئولية كبيرة وكمان على منستوى المنتخبات زي ما حضرتك قلت التخطيط كمان لمنتخبات الشباب والمنتخبات النشئين للمنتخبات الاولمبية عشان نطلع يبقى عندنا في وقت ان الاوقات منتخب اه مصر بازن الله ان احنا بنروح كاس العالم ده كل اربع سنين. دي مسئولية دي برده. دي مسئولية مشتركة. بص على يا سيد محمد بص على اللي بيحصل في الاكاديميات ده اللي وانت عارف. لما انت حددت. واحنا عاوز ادالها حاجة. حجم الادانة. وقتل المواهب. وعاوز اقول لك ايه? اهانة الاسر. ان كل هم بعض الاكاديميات مش عاوز اقول بصفة عامة. ان كنت هتاخد. تاخد. يعني تجم تعمل المراتب شاهر لنفسك. وتفرد على الاسرة او على اللعب انه يدفع رقم. وفي الاخر المحصلة صفة. يعني ايه اللي بيستفيدوا الولد او الناشئ اللي بروح يتضرب. ده ده. على اي اسم. مفيش عارف لك انا. لا استثني اكتر من عشرة في المية. والباقي كله اصبح سبوبة. وكمان الكارسة. وخلي بالك كمان. ده موضوع ملف الاكاديميات الخاصة ده. ده ملف تاني خالص. ده ملف تاني خالص. ده ملف تاني خالص.